ايه هو الطراب الاكل ده؟ الطراب الاكل عنوان كبير وبيبقى تحدو بيتفرع كذا عنوان اخرهم عنوان حديث جدا هو الطراب الاكل الصامت اللي هو اسمه ارفيد وده اطراب جديد تم اكتشافه وتم اكتشافه مؤخرا كانت عليه ابحاث كتير في كاليفورنيا اخرهم توصل ان الطراب الاكل الصامت هو ان كتير من الاطفال بيحسنوا اكلهم في مجموعة من اكلات محددة وبيرفضوا بشكل قاطع انهم حتى يبص الطبق في اكلات تانية خالص وده طبعا بيؤدي بيهم الى سوق تغذية وبيؤدي بيهم لحالة طبعا سيئة جدا صحية وبيبتدوا يدخلوا في اكتئاب وتبتدي الام تحاول وبتبقى فيه سلسلة كده من الخلافات ممكن تصل ببعض الامهات انها تضغط لا انت ومعملش تهديدات بقى صحيح وعملات تعالى جدا والولد بيبتدي ان هو يبقى عنده سوق تغذية وبالتالي منحنى النمو بتاعه يبتدي يقل زودي عليهم بقى السيف والسهر مع قلة الاكل بتبقى حاجة الولاد طبعا بس خلينا نتكلم ان الطراب الاكل زي ما قلنا هو انواع ممكن يكون اتنهم في الاكل بنقول عليه الطراب الاكل القاهري اللي هو ما عندهش احساس بالشبع فبياكل على طول وده غالبا غالبا بتتمحور اسبابه حول الاكتئاب والملل ووجود وقت فرق كبير عند الطفل غير نهيك عن انه ممكن يكون فيه سبب وراثي على فكرة في الطراب الاكل جيناتك وده طبعا بيتم بقى اكتشافه بعد كده ان الام تعمل تحليل للولد انه بياكل كتير عشان بياكل كتير عشان بياكل كتير ايه ممكن يبقى جيناتك يعني فيه حاجات في الجينات عنده راثية بتخلي الطفل عنده نهم في الاكل وعدم احساس بيشبع خالص على عكس اضطراب الاكل الصامت اللي الساقيل عليه الاضطراب الحديث ده بقى مش عنده نهم في الاكل ده ما بياكلش غير صنفين تلاتة يعني تجيلي الام وانا فعلا تعرضت لحالات من دي وهو منظم الصحة النفسية سمته ارفيد الاضطراب ده والاضطراب حديث جدا لسه ظهر فيه الابحاث مؤخرا تجيلي الام تقولي هوا مش بياكل مثلا غير مكارونة وبنية بس بس عنده فوبياتك ان ياكل اي حاجة خضار